ويا حياكم الله متابعينا الكرام باليوم السادس من شهر رمضان المبارك على سفرتنا الجميلة الغنية اليوم كثير والشهية واللذيذة رمضانكم كريم رمضانكم مبارك رمضانكم خير رمضانكم مع نور غير وهلا يا حبايب جهزوا الورقة والقلم واكتبوا شوي لزمكم من هلا لبكرة واستنونا ان شاء الله بكرا نساوي هالسفرة الحلوة الرائعة هاي كل ياتها مع بعض خطوة بخطوة وقرب قرب عالطيب الطبق الرئيسي كثير مميز اليوم اسبشال سوينا دجاج بالخضار بالفرن اي خضروات موجودة عندكم بالبرات استخدموها قطعوها وطبعا الدجاج والتتبيلة شوي تبهارات وزيت زيتون تتبيلة بسيطة جدا لكن كثير طيبة وطبق السلطة اليوم كثير مميز طبق غني ومشبع جدا طبق سلطة التونة تونة السلطة على طريقتنا الكيتونية طبعا يلزمنا بصل احمر يفضل يكون احمر وطبعا كرافس وشوية بنادورا وعصير ليمون وزيت زيتون واكيد الطون تبعنا ما تنسوا كمان في ميونيز لو مو عندكم ميونيز ممكن تشوفوا الحلقة موجودة على القناة كيف تحضير الميونيز الكيتوني بطريقة سهلة جدا شربة رهيبة جدا شربة البروكلي الاخضر سهلة جدا مكوناتها بسيطة وكمان ممكن اي خضار موجودة عندكم تضيفوها على البروكلي وتخلطوها مع بعض وتطلع معكم اطيب شربة ويعيني على المقبلات الشامية المقبلات السورية الاصلية الاصيلة اليوم سوينا حمص بالطحينة على الطريقة السورية لكن كيتو دايت الحمص بالمناسبة بهالطريقة هاي حمص بطحينة هو كيتو دايت لكن الحمص الحب او طحين الحمص دقيق الحمص هو مو كيتو ما بيلزمنا غير الحمص والطحينة وشوي التوابل وزيت زيتون وحمض الليمون والثوم وهي السفرة الرمضانية ما بتكمل إلا مع التمر الهندي كمان على الطريقة الشامية وماء الزهر كثير روعة والطعم والريحة غير شكل يذبنا بس تمر الهندي وماء زهر وسكر الإيرثريتول فقط لا غير والحلو يا حلوين اليوم مميز اليوم سوينا كاسترد كيتوني كاسترد كيتودات بأربع مكونات فقط وبأسهل وأسرع طريقة راح تشوفوها على الإطلاق بس يلزمنا بيض وكريمة وفانيليا وسكر الإيرثريتول وهي السفرة الغنية صارت جاهزة أتمنى تعجبكم وصحتين وألف هنا وأرب أرب عالطيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر